بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خل الدين عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب لرسل ربه محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة التوحيد أبناء وبناتي كنا قد تحدثنا في حلقات السابقة بداية من الأمور السمعية وعرفنا المراد بالسمعيات وقلنا بأن الغيبيات أو الغيب أعمل من السمعيات ثم تحدثنا عن قضايا السمعية الموجودة والتي سندرسها في هذا العام وبدأنا بالملائكة ثم تحدثنا عن أصناف الملائكة الحفظة والكتبة ثم تحدثنا عن أصل خلقة الملائكة وحكم الإيمان بهم والدليل وجودهم وحكم إنكار الملائكة فبطبيعة الحال أبناء وبناتي من ضمن الأمور السمعية أو القضايا السمعية قلنا بأن الملائكة والجن والشياطين وأحداث يوم القيامة من بعث وحشر ونشر وصراط وميزان وجنة ونار رزقنا الله تعالى وإياكم الجنان وأطعمنا وسقانا فيها بيد النبي صلى الله عليه وسلم لأن من ضمن الأمور السمعية كذلك الإيمان بالحوض سقانا الله تعالى بيد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا هيا نرى أبناء وبناتي المقصود بالجن والشياطين موضوع الجن والشياطين نعلم جميعا أنه من العوالم الخفية الغيبية ولكن الجن أبناء وبناتي مكلفون مثلنا نحن البشر وبني الإنسان حتى في الخطابات في القرآن الكريم أكثره يقول يا معشر الجن والإنس لا يمذكروا بمعزل عنا وكذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه هم عوالم خفية ولكن في دراستنا هذه سنرى أن هناك آراء في أصل الخلقة بين الملائكة والجن وكذلك آراء في الأصل الجن وهل هم الشياطين أم مختلفون عنهم سندرس هذه الأراء رأي الإمام الحسن البصري وكذلك رأي العلام بن عباس رضي الله تعالى عنه ونقوم سويا بدراسة بعض أحوالهم وصفاتهم وما يقومون به وهل هم مكلفون أم لا هذا ما سنقوم بتوضيحه في هذه الحلقة بعون الله ومدده فاللهم أعن هيا نرى ما قاله العلامة البيجوري في هذا الموضوع الجن والشياطين الجن والشياطين أبنائي وبناتي التعريف بالجن والشياطين أولا نقول الجن والشياطين كما نعلم عالم من العوالم الغيبية لا يعلم حقيقتهم إلا الله تعالى إذا كانوا هم من العوالم الغيبية ما دليل وجودهم نقول دل على ثبوتهم الجن والشياطين الكتاب والسنة وإجماع العلماء إذن دل على وجود الجن والشياطين الكتاب والسنة وإجماع العلماء والجن والشياطين أبناء وبناتي أمة عاقلة مميزة أرسل أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلنا فهم أمورون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده والإقرار بالعبودية أمة الجن والشياطين يتصف بالعقلانية والتمييز ومكلفون إذن مدام قال أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذن مكلفون فهم أمورون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده والإقرار بالعبودية له سبحانه وهنا أبناء وبناتي يتأتى سؤال خلق الجن أذكر آراء العلماء في خلق الجن مبينا الرأي الراجح مع التوجيه السؤال مرة أخرى أذكر آراء العلماء في خلق الجن مبينا الرأي الراجح مع التوجيه أبناء وبناتي بالنسبة لأراء العلماء نقول الرأي الأول رأي الإمام الحسن البصري رضي الله عنه ماذا قال الإمام الحسن في هذا الموضوع قال والجن من مخلوقات الله تناسلوا من إبليس كما تناسل الإنس من آدم عليه السلام ومن هؤلاء وهؤلاء المؤمن والكافر إذن الرأي الأول عندي يقول رأي الإمام الحسن أن الجن من مخلوقات الله تناسلوا من إبليس كما تناسل الإنس من آدم عليه السلام ومن هؤلاء وهؤلاء أي من الجن والإنس المؤمن والكافر إذن الرأي الأول أنهم من مخلوقات الله تناسلوا من مين تناسلوا من إبليس الرأي الثاني رأي العلامة الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه قال روي عنه أنه قال أن نسل إبليس هم الشياطين أما الجن فهم جنس آخر فهم ولد الجان وهم كالإنس منهم المؤمن ومنهم الكافر إذن ابن عباس يقول بأن نسل إبليس هذا هم الشياطين أما الجن فيختلفون جنس آخر هم ولد الجان هم ولد الجان إذن عندي رأيان رأي العلامة الحسن البصري ورأي ابن عباس وروي عن ابن عباس أيضا أن نسل إبليس هم الشياطين أما الجن فهم ولد الجان وهم كالإنس منهم المؤمن ومنهم الكافر إذن ما الراجح من هذه الأقوال نقول الرأي الراجح أبنائي وبناتي الرأي الأول فهو أقرب إلى الصواب أي رأي العلامة الحسن البصري الذي قال بأنهم أن الجن تناسل من إبليس أما الشياطين تناسل الجن من مخلوقات الله تناسل من إبليس تناسل الإنس من آدم لكن ابن عباس الذي قال بأن نسل إبليس هم الشياطين أما الجن فهم جنس آخر فهذا رأي مرجوح الراجح الرأي الأول فهو أقرب إلى الصواب لماذا نقول لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أنه خلق الجن من مارج من نار وقال في حق إبليس أبنائي وبناتي المارج هو اللهب الصافي وقال في حق إبليس إنه كان من الجن ففسق عن أمير ربه كان من الجن إذن ليسوا من جنس آخر كما قال ابن عباس وقال على لسانه أيضا خلقتني من نار أبنائي وبناتي نستطيع أن نقول حينئذ بأنه الرأي الأول رأي الحسن البصري يقول بأن الجن تناسل من إبليس تناسل من إبليس فالجن والشياطين منهم المؤمن ومنهم الكافر أما ابن عباس فقال بأن الجن هم من نسل إبليس الجن من نسل إبليس أما الشياطين فهم جنس آخر وقلنا بأن الرأي الراجح رأي الحسن البصري لأن الله سبحانه وتعالى قال عن خلقة إبليس على لسان إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين أبنائي وبناتي إذن الجن مخلوقون من نار كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار أي من لهب صاف وخلق آدم مما وصف لكم هم مخلوقون من نير مخلوقون من نار هيا نرى بعض صفات الجن فالجن إذن مخلوقون من نار وماذا تحولوا إلى أجسام شفافة تستطيع التشكل بما تريد كذلك من صفاتهم أن فيهم القدرة على رؤيتنا وليس فينا القدرة على رؤيتهم يقول سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إبليس وأعوانه يراكم من حيث لا ترونهم إذن الجن مخلوقون من نار تحولوا إلى أجسام شفافة تستطيع التشكل بما تريد وكذلك فيهم القدرة على رؤيتنا وليس فينا القدرة على رؤيتهم كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم أملنا مولانا بما قلت بأن الجن من العوالم الخفية وأنهم مخلوقون من النار وأنهم يروننا ولا نستطيع رؤيتهم إذن كل هذا الكلام حسن ما الدليل على ذلك ما الدليل على ثبوت الجن نقول السؤال يقول مدري على وجود الجن وما حكم من أنكر وجودهم أبنائي وبناتي هذا أبنائي وبناتي وقد ثبت وجود الجن بالقرآن والسنة إذن دليل وجود الجن القرآن والسنة أما ترون أنها قد ذكرت سورة باسمهم في القرآن الكريم إذن من ضمن الأدلة على وجود الجن والإنس نقول سميت سورة كاملة باسمهم سورة الجن ذكر فيها سبحانه وتعالى استماع الجن إلى دعوة الإسلام واهتداء فريق منهم بذلك النور النور المحمدي النور القرآن قال تعالى على لسانهم وأنا منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حضبا يبقى أولا سميت سورة باسمهم وهذه الآية دليل على ذلك الثاني أبنائي كانوا يستمعون إلى القرآن الكريم كما يقول سبحانه وتعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ استمعوا القرآن من النبي العدنان صلى الله عليه وسلم خير بني إنسان اهتدوا بنوره صلى الله عليه وسلم وَوَلَّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ والأول سميت سورة كمينة باسمهم الثاني كان سمعوا القرآن الثالث قد خاطبهم الله تعالى مع الإنس حيث قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان الرابع كما يقول سبحانه لكافريهم يوم القيامة أو لكفارهم مقيما عليهم الحجة مع الإنس يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا إذن أبناء وبناتي دليل وجود الجن من الكتاب والسنة والإجماع وأكبر دليل على وجودهم وأنهم من خلق الله سبحانه وتعالى أنه سميت سورة باسمهم في القرآن الكريم سورة الجن وكذلك أنهم استمعوا إلى النبي الكريم واهتدوا بنوره صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من ضمن الأدلة أنهم الجن منهم القاصطون ومنهم دون ذلك كما أخبروا بذلك في القرآن الكريم كل هذه الآيات الشريفة وخطبه الله سبحانه وتعالى في خطابه للإنس يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي كذلك قال صلى الله عليه وسلم متحدثا عن الجن عندما تلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان قال صلى الله عليه وسلم للجن كانوا أحسن منكم ردا كلما قرأتوا فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد إذن هم موجودون كما أخبر بذلك الكتاب والسنة إذن فما حكم منكرهم نقول من أنكر وجود الجن أبنائي وبناتي قد أنكر وجود الجن جماعة من المتكلمين وصرفوا الآيات عن ظاهرها الآيات التي ذكرناها قبل ذلك يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم وقوله أن من المسلمون من القاصطون وقوله كذلك وإصرفنا إليك نفر من الجن يستمع القرآن من أنكر وجود الجن صرفوا هذه الآيات عن ظاهرها صرفوا هذه الآيات عن ظاهرها وقال إن المقصود بالجن والشياطين أولئك الكفرة من الإنس المقصود بالألفاظ الواردة بالجن والشياطين في الآيات السابقة ليسوا الجن والشياطين من قالوا هم الكفرة من الإنس لكن كما ترى بني بأن هذا الرأي بعيد عن الحق وهذا قول بعيد عن الحق لما يأتي ما الذي على قولك بأنه بعيد عن الحق ما يأتي أولا القرآن صريح في وجود هذا العالم عالم الجن وتكليفه كالإنس يا معشر الجن والإنس الخطاب دوما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجن والإنس فالقرآن صريح في وجود هذا العالم عالم الجن وتكليفه كالإنس سواء بسواء كذلك أبنائي وبناتي نجد أن القرآن الكريم كما كان صريحا في هذا أو في وجود هذا العالم السنة النبوية كذلك مليئة بهذا المعنى وجودهم كذلك أخبرنا وقلنا وأشرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم وبلغهم الدعوة وستمعوا إلى القرآن وآمنوا به وقد أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بداية الحلقة لما قرأ سورة الرحمن عروس القرآن عندما قرأها على الناس وسكتوا فقال صلى الله عليه وسلم إن الجن كانوا أحسن منكم ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا أي الجن ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب فلك الحمد هذا أبناء وبناتي بالنسبة إلى الجن هيا نتحدث عن الشياطين نعوذ بالله منهم أعاذنا الله وإياكم من شرهم من هم الشياطين وما مهمتهم وما الدليل على تكليفهم الإجابة أبناء وبناتي وهذا السؤال موضع سؤال امتحان في آخر العام أتى مرارا وتكرارا من هم الشياطين وما مهمتهم وما الدليل على تكليفهم نقول بأن الشياطين هم عصات الجن وجنود إبليس عليه لعنة الله الشياطين هم عصات الجن وجنود إبليس الشياطين مرة أخرى هم عصات الجن وجنود إبليس عليه لعنة الله فما مهمتهم نقول مهمتهم تزيين الشر للإنسان والجن وإبعادهم عن الجنة تزيين الشر للإنسان والجن وإبعادهم عن الجنة يريدون أن يدخل الجن والإنس الصالحون النار مثلهم فيزيين لهم الأعمال السيئة ويوزونهم ويزيينوها لهم لفعلها يبقى مهمتهم تزيين الشر للإنس والجن والعمل على إبعادهم عن الجنة وفيهم يقول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم السؤال كان يقول من هم وما مهمتهم وما الدليل على تكليفهم نقول دليل تكليفهم ما يأتي يدل على تكليف الشياطين قوله سبحانه أو تكليف الجن عموما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالغاية العظمى من خلق الجن والإنس عبادة الله وتوحيده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن هم مكلفون بعبادة الله سبحانه وتعالى وكذلك قوله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فهذا دليل على تكليفهم هناك سؤال مهم أو هام يقول أذكر أقوال العلماء في اختلاف حقيقة الجن والشياطين سؤال هام أقوال العلماء في اختلاف حقيقة الجن والشياطين حقيقة أبناء وبنات اختلف العلماء وافترقوا في حقيقة الجن والشياطين إلى قولين الأول أن الجن والشياطين حقيقة هما متغيرة أي اختلفان فالجن أجسام هوائية لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة وتظهر منها أفعال عجيبة الجن أجسام هوائية لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة وتظهر منها أفعال عجيبة ومنهم المؤمن المطيع ومنهم الكافر العاصي هذا بالنسبة للجن أما الشياطين فهي أجسام نارية مهمتها إلقاء النفس في الغواية والضلال سلمنا الله وإياكم هذا رأي الجن ليأفعال عجيبة وتلطيفة هي مصنوعة من أجسام هوائية لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة أما الشياطين فمهمتهم الأساسية الغواية والضلال هذا الرأي الأول أما الرأي الثاني أبنائي وبناتي أن الجن والشياطين حقيقتهما واحدة وهي أجسام نارية عاقلة قابلة للتشكل بأشكال حسنة أو قبيح غير أن الجن يشمن المطيع والعاصي أما الشياطين أو الشيطان فهو اسم للعاصي المتمرد فاسم للعاصي المتمرد والخلاصة والحاصي الأبناء وبناتي أن وجود الجن والشياطين أمر ثابت بالقرآن والسنة وأنهم خلقوا من نار وأن حقيقتهما واحدة وأن لكل إنسان منا قرين من الملائكة وقرين من الشياطين فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه وقرينه من الجن يأمره بالشر ويحثه عليه هذا والله أعلم أبنائي وبناتي خلاصة القول في هذه الآراء أن من قال بأن الجن والشياطين حقيقتهما متغايرة يختلف كل منهما عن الآخر قال بأن مهمة الشياطين الغواية والضلال نجانا الله وإياكم من كيد إبليس اللعين كما قال أربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي الخلاص من الله سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان إلا على من يعص الله عز وجل ويحيد عن طريق الله المستقيم هدانا الله وإياكم إلى طاعته ونجانا من إبليس وعمله وشركه أبنائي وبناتي هذه كانت معظم الحلقة عن الجن والشياطين وأصل خلقتهما ومهمتهما وكيف ينجو العبد منهما أبنائي وبناتي في نهاية هذه الحلقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحبكم ويعزكم ويرفع من ذكركم وشأنكم وبهذه الحلقة ينفعكم والله أدعو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم غفر الزلل وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته